أثار قرار المرور العامة الأخير بشأن فرض الغرامات حفيظة بعض المواطنين إذ يرى مختصون أن هكذا قرارات يجب أن تكون مسبوقة بإجراءات تمنع إنشاء مشاريع تجارية في أماكن لا تحوي ساحة للوقوف سرعان ما أثارت توجهة مديرية المرور العامة بقط غرامة مالية تقدر بخمسين ألف دينار للعجلات المتوقفة في الأسقة وأمام واجهة المنازل حافظة وقلق عدد من الأهالي خصوصا من يسكنون المباني العمودية التي لا يتوفر فيها أماكن خاصة لركن السيارات في الواقع أسباب هذه المشكلة الأساسية هو يرجع إلى سببين رئيسيا السبب الأول يتعلق بأنه زياد أعداد السيارات في مدينة بغداد لتجاوز ربما أربعة ملايين سيارة ثانيا أنه أغلب المحلات السكنية في مدينة بغداد أصبحت مكتظة بالسكان بسبب تقسيم الأراضي والبيوت انشطرت إلى مساحات صغيرة تتجاوز تقل عن المائة متر أو خمسين متر وهذا سبب أيضا في نفس الوقت مشكلة عدم وجود قراجات أو أماكن لإيقاظ السيارات يعني من يضمن أن هذه السيارة عائدة لصاحب المنزل أو من تعود لصاحب المنزل ربما تكون هي لصاحب المنزل وربما تأتيه غرامة من قبل دائرة المرور لكن ربما الشكاء والمناشدات التي وصلت هي للسيارات التي غير عائدة لأصحاب المنزل ويجب هنا وضع تدقيق في هذا الجانب لضمان عدم تحقيق العدالة في تطبيق القانون توجهنا تعز مديرية المرور العامة اتخاذه ناتجة لمناشدات الآلي من ركن مركبات لأشخاص غير معروفين وتركيات تضيق أصحاب هذه المنازل ولضمان تطبيق هذه الإجراءات بشكل صحيح تم توجه الكوادر المرورية بمساءلة أصحاب الدور عن أدية هذه المركبات قبيل فرض الغرامات عليها وصلت مناشدات كثيرة اتخذت مديرية المرور العامة إجراءات رادعة وحازمة لإخراج هذه المركبات وفق المواد القانونية هي الوقوف الممنوع لكن مفارز المرور مبلغة أن تقوم بالسؤال أولا عن هذه المركبة إذا كانت المركبة تابعة لصاحب المنزل المتوقفة أمامه لا تغرم وترى أوساط الرقابية أن تطبيق مثل هذه الإجراءات يجب أن تكون مسبوقة بعدة خطوات كعدم إعطاء أي رخصة أو إجازة بناء لإنشاء مشاريع تجارية أو صحية دون اشتراض تخصيص أماكن لركن المركبات وفي منحا آخر لقيمة الأموال المستقطعة في دوائر المرور العامة بذريعة سنانة الطرق والجسور يثار التساؤل عن واقعية ذهبها بالاتجاهات التي استقطعت من أجلها نصف على الوش الرابعة